احنا عدنا مشكلة اخرى نعاني منها انه اي شخص من المكون سياسي المكون مع احترامي كثير منهم اي شخص ما استدعو لهذا المؤتمر او ذاك رأسا نطلع وشجاب وستنكر وحنا لازم ندين وحنا لازم نقدم دعوة على يحضروا المؤتمر يا اخي ليش تقدم دعوة عشان انت هم جاي تروح تحضر مؤتمرات وجاي وبالعكس تنعكس سلبيا علينا مؤتمراتك اللي ربما تكون طيب طيب ذول اللي عارضوا المؤتمر يعني اليوم اكو طيف معارض للمؤتمر الطيف الاول هو من التحالف الوطني اكو طيف ثاني اليوم موجود وعارض بشدة هذا المؤتمر يعني هناك سعي الان من بعض النواب اللي هم اصلا تابعين لتحالف القواء الممثل للمكون السني لكي يصنعوا جبهة جبهة مناهضة استاذ زهير ابتسامتك وراه شي هؤلاء تعرفش سميه ماني وليزعل من يزعل هؤلاء خدم الخدم في بغداد موجودين خدم ليران وهؤلاء خدم الخدم لانهم لو كانوا صادقين واشراف ويريدون الخير لمدينتهم ولأهلهم ولمحافظاتهم لكان وضعوا يد بيد لم نقل اسقط الحكومة اسقط العملية السياسية افعلوا كذا افعلوا كذا لا قلنا نريد توحيد العراق قلنا نريد ان تجتمع كلمة العرب السنة في كلمة واحدة لا ان يكونوا متفرقين محمد الكربوني يتكلم من مكان وصالح المطلق يطلع يحتجب غير مكان واسامة النجيفي يصرح بكذا كل ذول حضره اذا تسمحني كل هذول حضره وغيرهم من خلي يحضرون وشن المشكلة تمام شن المشكلة طيب انا اسأل سؤال مواسطة تسأل انت لستاذ خالد نعم يمكن استاذ خالد ما يتكلمها خلياني يتكلمها ليش تحد من كانوا يحضرون مؤتمرات بيران ما احد يحاسبهم ما احد كان يتأمون بالقيانة العظمى طيب الميليشيات والاحزاب ما لم ين اسسوها مواقفوا كلها بيران طيب قبل 2003 عندما كانوا يحضروا مؤتمرات بطهران وامريكا وبلندن ومدري وين لعد هذولة شانوا يسمونهم مو هسا كل الحكومة مالك اللي موجودة بموادات سابقة لم تشالك هم شن نقول عليهم متأمرين